اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل حفظ القصة في المعارض على تطبيقك الخاص ريتس سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأسفل نضغط على هذه العلامة هنا في الأسفل بعدها نأتي إلى نافذة البروفايل الخاص بنا أو الملف الشخصي نأتي إلى الأعلى نضغط على هذه العلامة في الأعلى بعد ذلك نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نأتي الى الخصوصية نضغط عليها نأتي الى نافذات الخصوصية نضغط على اعدادات خصوصية اخرى هنا بعدها نأتي الى نافذات الخصوصية في هذه النافذة نضغط على قصة في هذه النافذة ثم يأخذنا الى هذه النافذة الخاصة نقوم بالنزول نأتي الى حفظ القصة في الارشيف نضغط على العلم البيضة وهنا اصبحت باللون ازرقاني تم تفعيل حفظ القصة في الارشيف على تطبيقك الخاص ريتس وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الشراك والتقطع للسل لايك والتوقع في فيديو اخر ان شاء الله